اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجريمة استهدفتنا ومستنا جميعا يعني نحن الذين خرجنا على ظلم النظام كيف نرضى أن نكون من الظالمين فهذه ليست من ديننا أو أخلاقنا أو موروثنا لا يقبل بها أي إنسان قولا واحدا أي إنسان ثوري عوضا أن يكون ثائر لأجل الكرامة والحرية التي تضمن لنا وطنا يسعنا على اختلاف طوائفنا ومعدقداتنا طبعا عودة على سؤالك أخي هادي يعني مجريات الجريمة بدأت بين أشخاص مدنيين من المنطقة الشرقية والضحايا من بلد الجنديرس على أثرها يعني أثر إيقاد النار بالحي السكني نفسه والذي يضم أيضا مخيمات عشوائية بالمكان تطور هذا الشجار إلى ضرب بالأيدي وضرب بالحجارة ومن ثم قام أحد الجنات بإحضار سلاح حربي برفقة شخص آخر ومن ثم قام بإطلاق النار على المتواجدين بشكل عشوائي ولا ذوب الفرار جميعا طبعا نحن على الفور استنفرنا كل قواتنا وقطعاتنا بما فيها أيضا الشرطة العسكرية الموجودة بالمكان وتواجدنا بمكان الحادث أثناء شخصنا ألقينا القبض على شخص كان يشتبه فيه هو أحد عسكرينا كان متواجد أعزل طبعا لكن إلقاء القبض عليه من باب الاحتراز أولا ومن باب أيضا هو يكون والد أحد المطلقين النار وبنفس الوقت بحقه طلب سابق لصالح الشرطة العسكرية بجنديرس تابعنا البحث بالمنطقة تمكنت الدوريات المشتركة لاحقا من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من ضمنهم اثنان منهم مطلقين النار وشخص برفقتهم كان يحاول تهريبهم إلى خارج منطقة درع الفرات ومن ثم تم بعد إلقاء القبض عليهم تصويرهم وتسليمهم لفرع الشرطة العسكرية لتم التحقيق معهم وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل إن شاء الله أيضا من خلال متابعتكم اطلعتم بالتأكيد على صياق هذه الجريمة ما هي الدوافع هل كانت هي دوافع عنصرية أم يمكن اختصارها بأنها مشكلة بين الطرفين فقط استاذ هادي بالنسبة لدوافع الجريمة هي من اختصاص الجانب التحقيقي المتمثل بالشرطة العسكرية وقاضى التحقيق بالقضاء العسكري من صلب اختصاصهم معرفة هذا الأمر لكن نحن حسب المعطيات المتوفرة لدينا أن هذه الجريمة كانت عبارة عن ملاسنة تطورت إلى شجار وضرب الأيدي والحجارة والقارينة هذه تفيد بأن عدم وجود السلاح ابتداء ببداية المشكلة بأنه لم يكن هناك شيء مبيت عند الجنات فالدوافع إنفعالية آنية لم تكن بدوافع عنصرية أو تطرف هذا يصب بأن تكون جريمة هي جنائة الوصف بامتياز طبعا نحن نرفض وندين أي تصرف أيا كان فاعله وأيا كانت مسبباته فهذا السلاح وجد لحماية المدنيين ليس من الصواب أن يوجه على رقابهم طبعا ثقافتنا أيضا هي ثقافة وطنية يسودها العيش المشترك بين طوائف الشعب السوري وعلى العكس تماما أنه نحن خصوصا مع أخواننا الأكراد يجمعنا معهم الدين والتاريخ ولا يمكن العنصرية أن تكون موجودة بيننا بالعكس تماما نحن تألمنا لهذه الجريمة وكأننا نحن من فقدنا الضحايا لكن هناك من أراد صراحة أن يستغل هذه الجريمة ويضعها في غير سياقها منذ تحرير المنطقة بغصن الزيتون التي تقريبا استمرت مدة ست سنوات عملنا على تهيئة الظروف في الاحتفالات الدينية والقومية وتأمين الحماية الكاملة والتعاون والمشاركة بهذه المناسبات طبعا نحن نرفض أي مزاودة في العلاقة التي تربطنا وتربط أبناء شعبنا من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وغيرهم يعني والمحافظة على هذه العلاقة هي جزء من خويتنا الوطنية إن شاء الله طبعا نتعهد بمتابعة ملف الجريمة مع مؤسسات الجيش الوطني لتقديم كل متورط من الجنات للقضاء حتى ينالوا جزاءه من عادل إن شاء الله تحدثت عن السلاح وانتشار السلاح وبأن المتهمين هم بالأساس ليسوا عناصر ضمن فصيلكم ألا تتحمل الفصائل ولا تتحمل فصيلكم جزء من حالة هذه الفوضى الموجودة في المنطقة طبعا دون أدنى شك نحن نتحمل مع باقي المؤسسات الثورية من المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية والإدارية نتحمل مسؤولية مسؤولية ضبط المنطقة وإحلال الاستقرار ومنع أي ظواهر سلبية تخالف القانون والعرف يعني منها اللي أشرت لها في سؤالك تتعلق بفلتان حمل السلاح طبعا نحن منذ أعوام الجيش الوطني أصدر أوامر دائمية وتعليمات بإخراج المقرات العسكرية من المدن وضبطوا السلاح الشخصي نوعا ما لكن ما زلنا لم نحصل للمستوى المطلوب نسعى لتحقيق هذا المستوى بإذن الله لكن لعلى الأسباب التي تقف على التي تكون مانعة لتحقيق هذا المطلوب هو قرب الجبهات أو قرب خطوط الرباط من مراكز المدن والبلدات ثانيا أن تجارة السلاح الرائجة في المناطق المحررة أيضا وعدم التشدد بالعقوبات تكون من الأسباب هذه للأسف كثير من الإشكاليات التي تحصل وتكون بسيطة ومحدودة تتطور لاستخدام السلاح بسبب هذا الفلتان وتتسبب بإراقة الدماء أعتقد أن ضبط المنطقة هو هدف أساسي لا يمكن تحقيق الاستقرار من دونه ما هو تقييمكم لوضع النازحين من المنطقة الشرقية ونعلم كيف تم هذه الجريمة بسياقات مختلفة طالت أبناء المنطقة الشرقية بشكل عام وطالتكم كفصيل عسكري يسمى باسم الشرقية أيضا طبعا حال النازحين في المنطقة الشرقية كحال النازحين في باقي المحافظات هناك حال التعايش مترابطة بين أبناء المحافظات كلياتها قد يشب هذا الترابط إشكالات فردية وتجاوزات من البعض لكنها لا تؤثر على الصورة العامة التي تجمع أبناء الوطن الوحد هناك إشكالية تختص فيها المنطقة الشرقية تحديدا تتعلق بتسميت بعض الفصائل بهذا المسمى نعم صحيح على سبيل المثال جيش الشرقية أحرار الشرقية وهذه كانت سابقا حاليا هي أحد مكونات حركة التحرير والبناء ولغية هذه المسميات حركة التحرير والبناء تابعة للفيلق الأول ضمن الجيش الوطني أحيانا تكون هناك إشكالية أو حادثة لمدنيين من أبناء المنطقة الشرقية فمنطقة الشرقية تضم بحكم معرفتك ثلاث محافظات وبسبب هذه التسمية قد يتوهم البعض أن الفصائل هذه التي تم ذكرها هي التي تقوم بهذه المشاكل طبعا هناك أيضا بعض المدنيين التي تحصل معهم إشكالات ينتحلون صفة العسكرة أو صفة هذه الفصائل لا يقول له أنه أنا من دير الزور أو من الحسكة أو الرقة يقول له أنا من أحرار الشرقية أو من جيش الشرقية فهذا يحصل الخلط وينسب هذه الإشكالات لهذا المكون من الجيش الوطني طبعا من غير المنطقي أن يتحمل الفصيل الذي هو عدده لا يزيد عن ستة ألاف مقاتل ضمن صفوف الجيش الوطني لا يتحمل تبعاته إشكالات قد تحصل من مكون أبناء الشرقية للثلاث محافظات وليزيد عددهم بالمحرر قرابة الميتين ألف نازح سيادة العقيد ما هو تعليقك على الانتهاكات أو التجاوزات التي تجري من عناصر من الجيش الوطني بشكل عام ليس فصيلكم فقط طبعا أخي هذه لا شك هناك أخطاء في الجيش الوطني لكنها غير ممنهجة ومجرد السماع بها يتم حلها ومتابعتها من الجهات المختصة لكن هناك تأجني حقيقة على الجيش الوطني وفصائله يعني الجيش الوطني لديه جوانب مشرقة وكبيرة حتى في الشأن الإنساني وأعتقد لكل شاهد دور الجيش الوطني في مأساة الزلزال في جنديرس مؤخرا وفي ريف حلب الشمالي وفي إدلب فلم يتم التمييز بين بيوت العرب والأكراد فكان همنا إنقاذ السوريين بشكل عام شكرا لك سيادة العقيد والشكر الموصول لكم مشاهدينا على المتابعة ولمزيدا من التفاصيل ينضم إلينا الصحفي سامر العاني من غازي عنتاب أهلا بك سيد سامر بداية هل لديك أكثر تفاصيل حول الحادثة؟ يعني كل ما هو معروف أن هناك ملاسنة كما تحدث السيد عقيد حسين هناك ملاسنة حدثت وشجار حدث بين أشخاص ينتمون أو يسكنون في هذه المنطقة وبين عائلة كردية عائلة بشمرك الكردية هذا حتى الآن صحيح لكن الأساس الملاسنة لماذا حدثت؟ الملاسنة حدثت بسبب أن الأعياد نيروز في المنطقة بدأت وبدأ الناس يشعلون النار احتفالا بهذه الأعياد يبدو أن هؤلاء الشباب يعني شباب طائش لا يعلمون تبعات هذه المسألة ذهبوا إلى هذه العائلة وطلبوا منهم إطفاء هذه النار بحجة أنها كفر وأن هذا شرك بالله وأنها لا تجوز ومن هذا القبيل تطور الشجار ذهب المجرمون إلى منزلهم عاد أحدهم يحمل بندقية رشاشة أطلق على العائلة ولم يطلق رشا على المنزل أطلق بطريقة الدراكة يعني طلقا طلقا وهذا يعني أنه كان يستهدف الأشخاص ويتقصد القتل على اعتبار أنها طلقا طلقا قتل ثلاث أشخاص أو استشهد ثلاث أشخاص من أصحاب المنزل على الفور وابن أختهم أو ابن أخيهم أيضا مات في المشفى عندما كان وضعه في حالة حارجة توفي بعد عدة ساعات يعني هذه القصة باختصار إذن سيد سامر بحسب رأيك أن الجريمة بهدف عنصري يعني بهدف ديني تذهب إلى هذا المنحة يعني الجريمة تحمل في طياتها جريمة كراهية ولست أنا فقط من قال هذا الأمر رئاسة الحكومة السورية المؤقتة عندما أصدرت بيان يدين هذه الجريمة ذكرت بصراحة وكل وضوح أن خلفية هذه الجريمة هي كراهية أن الجريمة قائمة على الكراهية فهذه الجهات الرسمية أيضا جهة رسمية من قالت هذا الأمر الأمر الآخر يعني أنا لا أتفق بأن العنصر أو القاتل هو مدني ووالد القاتل هو عسكري أولا ذكر الراد حسين وهو تحدث بحديث طيب وحديث جميل نحو إصلاح الجيش الوطني لكن ذكر أن والد القاتل مطلوب للشرطة العسكرية ما هو جرم طلبه للشرطة العسكرية أن والد القاتل والقاتل قفزوا على بيت جارهم في الشهر الثاني أو الأول من العام الحالي وسرقوا المنزل ومطلوبين بتهمة السرقة الموصوفة إذا هذو المطلوبين بجرم السرقة الموصوفة للشرطة العسكرية والقضاء العسكري لماذا لم تسليمهم عندما طلبوا اليوم لم تكن هذه الجريمة قد حصلت كانوا يقبعون بالسجن المسألة الثانية حبيب علي الخضاف وعلي الخضاف والقاتل الاثنان ينتمون إلى جيش النخبة أو قوات النخبة كتيبة النخبة هذه كتيبة تتبع لمنطقة تتبع أيضا لجيش الشرقي اليوم ليس العيب أن يكون هناك مجرمون من عناصر أو عناصر يرتكبون جرائم هذا لا يعيب الجيش ما يعيب ما يعيب القوات المسلحة ما يعيب الجيوش أن تصمت عن هذا القاتل أو تنفي أنها ما بها إذا كان ينتمي لكم عاقبوا هذا أمر طبيعي أما النفي هذا يجعلنا نذهب إلى أفكار لا نريد أو إلى مناطق لا نريد الذهاب بالتفكير المسألة الثالثة والأهم وهنا أريد أن أوجه رسالة للسيد الرائد حسين وقادة الفيارق وقادة الجيش وحتى وزير الدفاع اليوم عندما ترتكب جرائم في المنطقة لا يتم المحاسبة عليها وبالتالي هذا يعطي إحساس لدى الناس أو لدى العساكر بأنهم محميون من قبل فصائلهم يعني أنا أتحدث مثلا جريمة أبو غنوم اليوم يعني في عشرة عشرة 2022 موسيكا القاتل حتى اليوم لم تظهر نتائج التحقيقات لم يعاقب القتلة لم نرى ما هي حيثيات القضية لم يطلع الرأي العام على أي شيء لماذا اليوم تخفى كل هذه الأمور المسألة الثالثة والأهم يجب على قادة الفصائل وخصوصا في المناطق التي الحساسة يعني التي فيها يعني دعيني أقول قوميات مختلفة يجب على قادة الفصائل أن ينبهوا على عساكرهم أن هذه القوميات بالنهاية سوريون اليوم الحقيقة الأكراد في عفرين يعاملون كمواطنين درجة ثانية لماذا لماذا هذا التمايز بين القوميات هذا كله موجود موجود في عفرين موجود في جنديرس موجود في المناطق المختلطة كردية وعربية وغيرها وبالتالي وبالتالي نستطيع القول أن الجريمة حدثت على أساس عنصري يعني منذ متى كان الأكراد في عفرين أو جنديرس يرفعون لأعلام الكردية هي ترفع على المقرات فقط ولا ترفع في مظاهرات اليوم رفعت في المظاهرات هذا يعني أن هناك احتقان يريد المواطنون الكرد السوريون الكرد أن يعبروا عما في داخلهم رأينا مشهد المرأة التي تقول نحن فقط لأننا أكراد الكلاب أفضل مننا يعني هذا يعكس معاناة حقيقية يجب وأنا أقول يجب على الفصائل المسيطرة على هذه المنطقة أو على هذه المناطق أن تكون أكثر وعياً أن تعطي لعناصرها لعساكرها دورات تثقيفية دورات رفع وعي دورات رفع كفاءة دورات حتى في الوطنية ما حدث هذا أمر مؤسف السيد وزير الدفاع في 17 آذار أعطى خطاب في حفل 17 آذار أعطى خطاب عرام رمي عن الجيش الوطني بعد يومين تحدث هذا جريمة سيد سابر العاني صحفي من غازي عنتاب شكراً جزيلاً لك وعذراً على ضيق الوقت إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من لمش شمل شكراً جزيلاً وإلى اللقاء